شكرا لحضرتك أستاذ سيدني وكلامك المنمك الرائع جدا يعني لكن أنا عايز أبشرك أن المساحيين ما بيلتفتوش لكلام المنمك الرائع المرتب قد ما بيلتفتوا لفحوة ما تقول فما تقلقش إحنا مش هنهز راسنا زي خطب الجمعة أقول لحضرتك أرد على اللي حضرتك قلته ده كله حضرتك علماء النفس لما جم يعملوا تجربة كيف يصنع الغباء أو كيف تصنع الغباء عملوا إيه جابوا خمس أرود وحطوهم في غرفة وأعلى الغرفة حطوا موز وفي وسط الغرفة حطوا سلم ولكن باك يا سعيد وبعد كده أفعلوا عليهم أول حاجة بيعملها الأرد إن هو بيطلع يحط السلم ويطلع يجيب الموز فبدأ كل ما واحد يطلع يجيب الموز يروشه مية تلك على الأربع أرود الباقي اتقررت العملية ده كتير فبدأ الأرود تدرك إن اللي بيطلع يجيب الموز ده بيأذيهم فنبقاش حد بيطلع حتى والموز معلق فغيروا إرد وجابوا إرد جديد طبعا الإرد الجديد أول حاجة يعملها يطلع يجيب الموز فطلع يجيب الموز كله ضرب فيه فهو مش عارف أنا اتضربت ليه بس بقيت عادة عنده رحوا جايين مغيرين إرد تاني ورحوا جايين حطين إرد جديد فبعد كده الإرد الجديد أول حاجة بيعملها طالع يجيب الموز لأن الأربعة بيضربوه منهم الإرد اللي اتضرب من غير ما يعرف السبب الأصل أنه كان بيترش عليهم مية فالتجربة دي عملوا علماء النفس في كيفية صناعة الغباء هكذا صنع الإسلام الإسلام الأول دخلوا الناس المستفدين والناس اللي ليهم مصلحة منهم من ارتدوا كان كتاب الوحي لمحمد زي عبد الله بن أبي السرح وغيره ورجل الإسلام عشان السلطة والأموال وحضرتك لو ترجع للتاريخ هتلاقي أن العرب ارتدت بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لحروب الردة لما بقي الإسلام فالناس الأوائل كانوا دخلين علشان المصلحة أو كان علشان السلطة أو الفلوس أو قهرا ومع الأجيال ومع كل جيل بيسلم جيل بيسلم جيل بصنا لقينا ناس زي حضاركو أو الناس اللي هو طبعا حضاركو المحترمين أو الناس اللي هم بيحربوا بشراسة وإرهاب متزمدين لهذا الدين بالضبط زي الإرد اللي ضرب مع أخواته الأرود من غير ما يعرف السبب الأصل فهكذا تمت صناعة الإسلام حضرتك تطرقت أن هذا الدين يتهافتون عليه وإلى آخره في مقولة بتقول أن لو كسرت العدد دليل على الصواب لكان عشر حمير أزكى مني ومنك طبعا عفوا يعني بس هي المقولة كده يعني فحوى المقولة أن الموضوع مش بالعدد الموضوع عمره ما كان بالعدد لأن لو الموضوع بالعدد فأنتو برضو عددكو أقل من ديانات كثيرة غير كده أنه هتنقسم أمتي لـ 73 فرقة أي فرقة ناجية بقى سكن كلكوا أصلا لا تعتبروا بعض أنت لا تعتبر الأحمدية مسلمين والشيعة لا يعتبروا السنة والسنة وإلى آخره فيتهافتون على إيه بالضبط فقصرة العدد عمرها ما كان الدليل على الصواب أبدا التهافت في إيه عزيزي وكل واحد بيحط الإسلام تحت المجهر بيسقط من الوهلة الأولى بالعكس ده المرتدون كاسرون حتى في عصر الرسول كان هناك صحابة تنصروا سابوا هذا الدين وتنصروا زي عبيد الله بن جحش وربيع بن خلف الجمحي وغيرهما فحضرتك ولا في تهافت ولا في حاجة كون بس إن المجتمع الإسلام الكيوت اللي زي حضرتك وزي أستاذ نبيل دخلوا وسط الغرب وأقنعهم بإسلام وهمي ليس في الكتب الغرب بيدفع تمنوا لحد دلوقتي كلهم بيتفجر لهم مؤسسة كلهم بيتقتل لهم مدرس أو بيتقتل لهم سياسي بسبب هذا الإسلام فأنت مش تعرف تستقصل الإسلام من الحياة كلها لكن علينا أن نحن ننوى يا أخي يا سعيد معلش يا أخي يا سعيد هو اللي كان مسك الروم وحصل لهم قطاع اتفضل يا أخي يا سعيد كودو الروم لو تحب